عن سوء الأداء وبغض النظر عن العك القاروي اللي بيقدمه مرسل كولر عك حقيقي ده اسمه عك قاروي كولر بدأ بتشكيلة غريبة تشكيلة غريبة 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 بدأ بشوبير ومحمد هاني ورام ربيعة وعبد المنعم ومعلول لعب بكوكا وكريم ندفد وقفشا وطهر محمد طهر وعمر كمال ومودست ركزوا معايا جماعة عشان اللي عملوا كولر ده ده كارسة يعني ملهاش غفران بناء على ايه بناء على احنا مش هنتكلم على خط الظهر لان ده اللي مفروض علينا انا كنت شايف ان عمر كمال مكان محمد هاني افضل ولكن هتقول ايه عك كولر بقى بيعك ومش عارف يقرى المباراة ولا بقى بيعرف يقرى المطش طيب لعب بكريم ندفد وكوكا وقفشا وسط ملعب النادي الاهلي سيء 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 طيب انا بس عايز اسأل حضراتكو سؤال وجاوبونا عليه في التعليقات ايه وجهة النظر ايه وجهة النظر ان انت تلعب بطاهر جناح وعمر كمال جناح ومودست مهاجم انت بتلعب في الشوط الاولاني بس انت عندك تلاتة في الامام انت مش مستفد بيه عمر كمال عمره ملعب جناح عمره ملعب جناح ايه الفكرة وايه الفكر القارو اللي عنده كولر انه هو مصمم على مودست يا عم انت مصمم على مودست ده مش قادر يجري يا عم ما تقرفناش وما تجيب لناش الضغطة اكتر ما هو عندنا ايه الفكر اللي عندك ان انت تلعب بمودست وتسيبه سمبه علي بر ايه الفكر يعني حد كده يقول لي ان مودست لا ده هو صفقة رابح ده هو ده هو هو انت منزل مودست علشان يستلم ويسلم انت منزل مودست عشان يقرف فأبونا يا عم اتقل لشوية ده احنا جنة الضغط يا جدع ده احنا جنة الضغط وطاهر محمد طاهر ايه الاقتناع اللي عندك اللي انت شايفه في طاهر محمد طاهر احسن من رودة سليم يعني انت منزل طاهر وسيب رودة سليم برة منزل عمر كمال جناح وسيب احمد عبدالقادر برة وسيب كهربا برة منزل مودست وساب وسام أبو علي برا ينهر سود ومنيل يا راجل يا راجل ده ألف به كورة إزا مالك لاعب ونازل باللعيبة اللي بتلعب كورة شوف كده معايا نازل بعبدالله السعيد وزيزو وحمدي ونصر ماهر أربعة لعيبة كورة أربعة في الخط الأمامي لعيبة كورة أربعة يعرفوا ينقلهم كورة ولكن لحد إمتى يعني لحد إمتى يعني أنا عايز حد يقنعني بأنهي منطق أنت نزلتي بالتشكيلة دي أنت بتلعب النهاردة مفتقد مفتقد أربع لعيبة مفتقد طاهر مفتقد مودست مفتقد كريم ندفد مفتقد عمر كمال عبدالواح أنت جربت عمر كمال في الدفاع ما أجاتش جربت في الجناح ما أجاتش جربته في الباكة اليمين فماتش يزد قصر الدنيا إيه الفكرة أن أنت تلعب بعمر كمال ومحمد هاني قدام بعض تب فين اللي عنده أدوار هجومية فيه تب أم أنت عايز تهاجم عايز تهاجم هتهاجم بمين هتهاجم بعمر كمال تب النحية التانية طاهر محمد طاهر هتهاجم بطاهر محمد طاهر اللي بيعود يلف حوالين نفسه قصما بالله أحمد عبدالقادر اللي أنت غضبان علي ده لو برجل واحدة برقبة عشرة زيتار محمد طاهر أنا مش عارف إيه الإقتناع اللي عندك أن أنت مقتنع بالناس دي أنت ماشي عكس الدنيا كلها يعني كولر ماشي عكس الدنيا كلها نقوله عبدالقادر يحطلنا طاهر نقوله رضا سليم يحطلنا عمر كمال نقوله سام أبو علي يحطلنا مودست يا عم أنت بتعانت فينا ولا بتعانت في الإدارة ولا بتعانت في نفسك ولا أنت عايز تمشي ما أنت لو عايز تمشي يا عم امشي وما تقرفناش لو أنت عايز تمشي امشي وما تقرفناش الأهل بالطريقة دي الأهل حيشيل في مازمبي بالأداء ده الأهل أيامه اللي جاي أيامه سودة مع الكولر ده يعني احنا كنا بنطلع نهاجم رضا عبد العال اللي يقول لك كولر ما عندوش فكر وفعلا لما انت تبدأ بالتشكيلة دي أمام نادي الزمالك بقى انت فعلا ما عندكش فكر لما تسيب كهربة وحمد عبد القادر ورضا سليم وسامب علي لعبة الكورة عندك برة وانت راجل عايز تكسب يبقى انت ما عندكش فكر حقيقة وبدون اي فنفاق انا مش منافق لما تتلع الاربعة دول برة وتنزل افشة وطاهر وعمر كمال واختر الخطير مودست المهاجم الفتاك اللي انت ما عرفش انت مقتنع بازاي وانا مش عارف مجلس ادارة النادي الاهلي شرب مقلب مودست ده ازاي يعني ازاي انتوا موافقتم ان انتوا تجيبوا مودست ده ازاي كولر شربهولكو يعني حاجة حاجة تفور الدم اقسم بالله حاجة تفور الدم انت منزل مودست عشان يستلم ويسلم يا راجل ده مش قادر يجري ده الكورة بتترفع مش قادر يطلع مش قادر يطلع جمب مش قادر يطلع جمب ايه الفكرة ان انت تبدأ بمودست وتسيبه سامبه علي بر وتطلع في المؤتمر الصحفي تقول مودست المهاجم رقم واحد ووسامي المهاجم رقم اثنين وكهرباء المهاجم رقم ثلاثة بانهي منطق بانهي حكمة مودست المهاجم رقم واحد بانهي منطق بانهي منطق طهر محمد طهر يلعب على احمد عبدالهدر بانهي منطق طهر محمد طهر يلعب على محمد الضو كريستو اللي انت دمرته احنا جايبين محمد الضو كريستو ده وبيلعب منتخب تونس وبيلعب منتخب اول في منتخب تونس جي هنا كولار دمره دمره ولد جناح خطير بانهي منطق انك تطلع تضو كريستو بره القيمة بانهي منطق انك تبدأ بعمر كمال وتسيب رضا سليم بانهي منطق ان انت تبدأ بطهر وتسيب كهرباء واحمد عبدالهدر بره بانهي منطق ان انت تبدأ بمودست وتسيبه سامة ابو علي انت عايزت تعمل فينا ايه يعني انت عايز توصلنا لايه عايز توصلنا لايه عايز توصلنا ان احنا مثلا يجينا الضغط اكتر ما عندنا يجينا الضغط يعني اكتر ما احنا عندنا الضغط ما خلاص انت شايف نادي الزمالك لعبة كرة في الملعب يبا انت تنزل بقوتك تنزل بكل اللعبة اللي تكسبك مش تنزل عايز تنقل وتطلع وتتعدل من امتى النادي الاهلي كده من امتى النادي الاهلي من اما كنا في كاس عالم للانديها واحنا اداءنا اسوأ واسوأ واسوأ كل مباراة اسوأ موتش زد كسبنا بالعافية الموتش اللي قابله تعادلنا اتنين اتنين بعد ما كنا بنتقدم الموتش اللي قابله في البنك اللي خسرانينا اربعة تلاتة كل ده بسببه بسبب العند اللي مرسل كولر شغل به عند كولر بيعاند الناس بيعاند اللعيبة يعني بيعاند الادارة بيعاند الجهاز الفني اللعب اللي يقوله لأ اركن طب ما كل ده في مصلحة الفريق كل ده انت بتضر بالفرقة ليه العند الكاروي ليه العند الكاروي الحقيقة انا مش عارف بغض النظر عن النتيجة بغض النظر عن اي حاجة ولكن اللي بيحصل في النادي الاهلي ده اسمه عك كاروي والسبب فيه هو مرسل كولر مش هقول غير كده ولو مجلس ادارة النادي الاهلي ما تدخلش في الكوارس اللي بتحصل دي هنرجع من مازمبي بفضيحة هنرجع من مازمبي بفضيحة مش هقول اكتر من كده شكرا يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية شكرك ان انت كملت الحلقة ما تنساش تقول لنا رأيك في اداء النادي الاهلي ورأيك في مرسل كولر النهاردة في التعليقات علشان الرجل ده جاب للضغط وياريت لايك ويشير ووصل الحلقة لكل الناس علشان كل الناس تقول لنا رأيها في مباراة الاهلي والزمالك بشكرك يا صديقي استودعكم الله اللازل لا تضيع دائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته